اهلا بحضراتكم مرة تانية من فضاء الايام الاخيرة في شهر رمضان المبارك هي زكاة الفطر اللي بتعتبر من الفروض الواجب تنفذها على كل مسلم ومسلمة عشان كده النهاردة حبينا ان احنا نلم بكل تفاصيل هذه الفريدة ايه احكامها ازاي نقدر ننفذ بلودها ايه هو الاصل في زكاة الفطر هل لازم تخرج زكاة على هيئة فلوس بس ولا في بداءة اخرى لها اسئلة كتير جدا هنجاوب عليها النهاردة مع الدكتور محمد وسام امين الفتوى بدار الافتاءة المصرية اللي نورنا النهاردة في صباح الخير يا مصر صباح الخير على حداك يا دكتور صباح النور يفاق نورنا كل سنة وحضرتك طيب كل عام انتم بخير والسادة المشاهدين ربنا سبحانه وتعالى يحسن لنا ختام شهرنا على خير ان شاء الله طيب خلينا في البداية دكتور نفهم من حضرتك المفهوم الفقهي لزكاة الفطر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبعه ده وعلى جميع الانبياء والمرسلين وملائكة الله الشريعة جعلت زكاة الفطر جبرا لخلل الصيام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابي داودة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما انه فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث تماما يشبهونها بالسنن الرواتب في الصلاة تجبر خلل الفريضة وهذا كله من رحمة الله بعباده لأنه يعلم أن عباده لا يطيقون أداء العبادة على الوجه الذي يستحقه سبحانه وتعالى فقد يحصل بعض الخلل بعض الكلام بعض الخدش للصيام فتأتي هذه الزكاة تجبر الخلل كل الخلل؟ تجبر الخلل حسن الظن بالله كلما صدقت النية وكلما رافق إخراج الزكاة التوبة كلما كان ذلك متابا حقيقيا ومحوا لكل ذنب وإثن عظيم متى تخرج زكاة الفطر؟ هذه الزكاة هي في الحقيقة وقت وجوبها أي سبب وجوبها أن يدرك الإنسان مغرب آخر يوم من رمضان يعني المغرب ده أول ما يدن المغرب فآخر يوم من رمضان يبقى كده بدأت ليلة العيد بدأت ليلة العيد لأن كل يوم تبدأ ليلته قبله فلما ينتهي آخر يوم من رمضان ويؤذن المغرب هذا سبب وجوب زكاة الفطر ولذلك من مات قبل هذا اليوم من مات قبل أذان المغرب فليس عليه زكاة والجنين إذا خرج من بطن أمه قبل أذان المغرب فيجب أن يؤدى عنه زكاة الفطر فإذا خرج من بطن أمه بعد أذان المغرب يعني في ليلة العيد فلا تجب عليه الزكاة وهكذا يعني الجنين في بطن أمه مش مفروض عليه زكاة الفطر وهو في بطن أمه له قبل المغرب لا يعني لو أن المغرب أذن وهو ما زال جنينا في بطن أمه يبقى فيش زكاة عليه لكن لو ولد قبل أذان المغرب يبقى الحد الفاصل في وقت وجوبها اللي هو إيه أذان المغرب اللي هي أول ليلة العيد أو آخر غروب الشمسي من رمضان طيب دكتور من يؤدي هذه الفريدة يعني اللي يدفع الزكاة لازم يكون رب الأسرة لو الأب متوفي مثلا أو لو عيلة لازم الأب فقط هو اللي يخرج هذه الزكاة ولا ممكن كل فرد يخرج عن نفسه هذه الزكاة الذي يعول المتكفل بالنفقة المتكفل بالنفقة هو دائما الذي تجب عليه زكاة الفطر وزكاة الفطر يعني في عمومها تجب على كل طوائف المسلمين غنيا أو فقيرا ما دام يجد قوت يومه وهو ده المميز لها أنها تجعل كل مسلم له يد في إعطاء زكاة الفطر حتى لو كنت فقيرا لكن ما دم تتملك قوت يومك وعندك أزيد من قوت اليوم بمقدار زكاة الفطر فهي واجبة عليك ليتشارك كل أفراد المجتمع في هذه الشعيرة العظيمة وتصنع جوا من العطاء بعد هذه العبادة عبادة الصيام عبادة عظيمة ولكنها عبادة قاصرة تتحول مع زكاة الفطر إلى عبادة متعدية وفي الحقيقة أنت تعطي شكرا لله على أن بلغك رمضان وأتممت صيامه وقيامه إذا في الحقيقة طهرة للصائم وتطهير للذنوب هي في الحقيقة شكر لله تعالى على أن وفقنا لبلوغ رمضان وأعاننا على صيامه ووفقنا فيه للأعمال الصالحة فهي مظهر تكافلي من أروع المظاهر بعد هذا الركن العظيم من أركان الإسلام تتحول فيه طوائف المجتمع إلى عطاء وإنفاق وبحث عن الفقراء شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير ويوضح مقصودها الأعظم يقول أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم هو الفقير هيدور على أوت يومه طيب تعالى في يوم العيد وما تخلوش يدور على أوت يوم ليه خليه يفرح زيك عايزين تتشارك طواقف المجتمع في الفرحة كما يلعب الولد الغني الولد الفقير برضو عايزين يلعب صحيح حتى نشعر بالتآلف والنسيج الوطني الواحد عظيم طيب حضرتك قلت هي واجبة من يخرجها ومن يعول الأسر لحد إمتى في الإسلام أنا أفضل أعول أبنائي لحد سن كام أنا مسؤول عنه من أن أصرف عليهم حتى يقف على رجليه ويستطيع أن يعني يعطي ويستطيع يعني ما فيش سن معين مثلا لحد ما تخرج ويشتغل مثلا أو يكون لي مصدر داخلي يعني دائما مدام محتاجا لي فأنا مكلف به عظيم لكن لما يشب على قدميه ويستطيع أنه هو ينطلق وينتج في المجتمع يبقى ساعتها يبقى مكلف بمن يعول وبعدين زكاة الفطر هنا لما بنتكلم عنها بنتكلم عن مقدار حدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدار زكاة الفطر صاعم من تمر أو صاعم من بر أو صاعم من شعير هذه التقديرات النبوية تخضع لعصره صلى الله عليه وآله وسلم وتخضع للبيئة وتخضع لحاجة الناس ولذلك فعندما نقدرها في هذا العصر نحن أيضا نقدرها حسب حاجة الناس ودائما تقدير زكاة الفطر يكون بأضعف وأقل المستويات المادية في المجتمع قد رب كم يفاند مصر إحنا قدرناها في دار الإفتاء المصرية بخمستاشر جنيه كحد أدنى معنا خمستاشر جنيه مش معناها إن أي حد يخرج خمستاشر جنيه لا معناها إن أنت لو كنت فقيرا وعندك فوق قوت يومك بمقدر خمستاشر جنيه للفرد من أسرتك وجبت عليك الزكاة يعني أنت عيلة مثلا مكونة من ثلاث أفراد وإنت فقير لكن عندك خمسة واربعين جنيه زائدة عن قوت يومك وجبت عليك زكاة الفطر مش معناها إن الإنسان المرتاح مديا يخرج خمستاشر لا من تبص لأصناف الطعام الذي أو القوت الذي أوجبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزكاة الفطر هتلاقي الزبيب الزبيب غالي صحيح هتلاقي أنماط أخرى من الطعام ممكن تقدرها لما تحكي على الزبيب هتبقى 175 طيب عظيم في نقطة حديدا بطعام آخر هتبقى 30 وهكذا يبقى إحنا لما بنقدرها ودي مسألة مهمة لازم ننبه عليها أني دائما يسأل لك مقدر زكاة الفطر كام لا ده الحد الأدمى لها 15 جنيه لكن أنت ما تطلعش 15 جنيه طيب أنت مقتدر أنت مقتدر لينفق ذو ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله طيب أنا شفت مبارح على السوشيال ميديا بمناسبة كلام حضرتك حد بيقول أن أنا طول شهر رمضان كنت بعمل أعمال خير وما ذكرهاش عشان الناس برضو إيه ما تعرفش حاجزة دي فبقول أنا أنفقت الحمد لله ربنا وسع لي وأنفقت كتير في رمضان هل زكاة الفطر لو طلعتها 15 جنيه فهي كده سقطت عني خلاص ولا بما إني مقتدر أطلع أكثر من 15 جنيه زكاة الفطر بند خاص إنما الأعمال بالنيات عايزين ننبه على هذا المعنى دايما لما بطلع حاجة أو بعمل عمل نياته معه أنا بطلعه ليه أنا بشكر ربنا على نعمة الصيام انتديت في الشهر دي دي حاجة جميلة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان وكان أجود بالخير من الريح المرسلة والريح المرسلة هنا معناها التي لا تلتفت خلفها يعني يعمل خير ويستنى الخير اللي بعد ويستنى اللي بعد ولا يمن على أحد ده معنى الإنفاق في سماحة وسهولة لكن هي القضية هنا إيه أنا بطلع زكاة الفطر طهرة لصومي وشكرا لله على بلوغ شهر وإتمامه قياما وصياما وأعمالا صالح يبقى لتكن الزكاة على قدر معنى الشكر العبادة دايما لازم أحس بيها وأعرف أنا بعمل إيه أنا بشكر ربنا وبقول له يا رب لا تجعله آخر العهد من رمضان أنا بطلع زكاة الفطر المفروض عيون قلبي بتدمع ليه أنا يعني على فراق شهري بقول له أيها الشهر ترفق دمع عيني قد تدفق أنت لسه جاي من كم يوم أياما معدودات ولسه بنقول أهلا دلوقتي بنقول لك مهلا فضل فيك ساعات فضيف حبيب عزيز فأنت لما توضع الضيف الحبيب الجميل العزيز إلى قلبك اللي بيغير حياتك و بيرقق قلبك و بيعيشك مع الله سبحانه وتعالى أشكر ربنا شكرا يليقوا بالشهر هي دي زكاة الفطر عظيم طيب دكتور احنا اتكلمنا على وقت اخراج الزكاة زي ما حضرتك قلت بعد مغرب آخر يوم في رمضان نعم آخر معاد ممكن نخرج فيه زكاة الفطر جماهير الفقهاء بيقولوا أخر معاد المغرب مغرب العيد مغرب العيد لكن بعض الفقهاء قالوا بآخرها صلاة العيد استدلوا بحديث يعني من أخرجها قبل العيد فهي زكاة ومن أخرجها بعد العيد فهي صدقت من الصدقات لكن الجمهور قالوا صدقتهم من الصدقات يعني محسوبة لكن أجرها قبل العيد أكبر ليه هتدي مجال للفقير أنه هو يلحق يفرح يلحق يشتري الحاجة اللي تفرحه صح يلحق يجيب الحاجة اللي تناسب عياله ولأجل هذا لأجل هذا المعنى قلنا إن الأفضل في هذا العصر اخراجها مالا وخلي بالك من المعنى ده المعنى ده وإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عصره الشريف قد قدرها قوتا صاعم من كذا أو كذا أو كذا لكن هذا كان يناسب العصر النبو الناس محتاجين إيه في يوم العيد عايزين يأكلوا المشكلة في الطعام وفي الإتيان بالقوت دلوقتي المشكلة مش مشكلة أكل المشكلة دلوقتي مشكلة فرحة ومشاركة فإن تدين الفلوس هو أدرى بما يصلح له وأدرى بما يغنيه عن الطواف هو عايز يفرح زيك ولأجل هذا قلنا إن إخراجها مالا أنسب للعصر وهو مذهب جماعات من العلماء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا دائما أن ننظر إلى مقصود الشرع وأن لا نقف عند العصر النبوي في فرق كبير بين أن نتبع المنهج النبوي وبين أن نسحب العصر النبوي العصر النبوي عصر له وسائله وله بيئاته وله أعرافه لكن العصور تختلف يعني أنتم أعلم بشؤون دنياكم الإسلام ليس حكرا على عصر واحد الإسلام كما خوطب به البدوي في الصحراء خوطب به أيضا رائد السفينة في الفضاء فهو يصلح لكل الأسقف المعرفية ويتسق مع كل الحقائق العلمية عظيم من يستحق زكاة الفطر؟ وهنا عندي سؤال برضو في من هو يستحق زكاة الفطر بعض الناس بيقولوا أنه الأب ممكن يعطي لبنته زكاة الفطر لو كان حال زوجها غير ميسور هو في الحقيقة نريد أن نبتعد بالزكاة عن الأصول والفروع بنتك لو هتحتاج أنت هتديها من مالك سيب الزكاة لغير الأصول والفروع لا نريد أن نجعل الزكاة توقاية لأموالنا الزكاة دي زيادة لأموالنا ما نقصت صدقتهم من مال ولذلك الأصول والفروع أمك لو احتاجت أنت هتديها من فلوسك ليس هتديها زكاة ولكن من لا تجب عليك النفقة له من الأقارب برضو زي أختك مثلا زي أقاربك من جهة الأمة أو الأب كل هؤلاء ما داموا محتاجين ولا تجب عليك نفقتهم فيجوز لك أن تعطيهم من زكاة مالك ولك أجران أجر صلة الرحم وأجر الزكاة يبقى زكاة الفطر مصرفها هي زكاة المال كما قال الفقهاء لكن زكاة الفطر تختص وتتميز بأنها لإغناء الفقراء والمحتاجين في يوم العيد شعيرة بهجة يمكننا أن نسميها شعيرة بهجة بهجة للصائم لأنها تمح ذنبه وتجبر خلل صومه ورمز لشكر مولاه على ما أولاه من صوم وقيام ونفقة وعمل صالح وفي نفس الوقت بهجة للمجتمع وشعور بالألفة بين أفراده يعني أجمل شيء أن تجد الصلاة العيد ويجتمع لها جميع الطواف وجميع الطبقات وجميع المستويات المادية يقف الفقير بجانب الغني يقف القوي بجانب الضعيف يقف من يجد بجانب من لا يجد ويشعر الناس بهذا التناغم وهذه الشعيرة المجتمعية يعني تفعل حالة من التواؤم المجتمعي والحب الزائد الذي يؤثر تأثيرا فعالا في علاقات الناس وفي حرصهم على بلادهم وحبهم لها بكل تأكيد طيب دكتور هل في أخطاء ممكن تنتقس من ثواب زكاة الفطر؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم مهما أعطيت من زكاة فطرك فإياك أن تمن على الفقير إياك لأن الله قادر على أن يجعلك مكانه ويجعله مكانك لكنه يمتحنك خلي لسان حالك وتب تعطي وده عام في الصدقات والزكوات اللهم إنما أنا وعاء تنفق منه كيفما تشاء أنا موصلاتي أنا بوصل للفقير رزقه هو في الحقيقة رزقه وآتوهم من مال الله الذي آتاك وآتوهم من مال الله الذي آتاك وأحسنت ونعم الاستدلال وآتوهم من مال الله الذي آتاك يعني ربنا مستخلفك فيه ما تفتكرش يعني لا ده أنت وصلتها له هي أصلا لما جات لك و اكتسبتها أنت اكتسبتها ليه أنت فقط وسيط وصلت بس أنت وسيط فلما تشعر بالوساطة هنا هتشعر أكتر بمنة ربنا عليه كمان وإن ربنا هو الممتن مش أنت وإن ربنا هو مالك نفسك ومالك مالك ومالك حالك ومع ذلك يطلب منك أن تقرضه قرضا حسنا وليس بعد هذا ودن فيضاعفه ولا محبة لو أنا مصري وعايش برا مصر وأعول أسرة في مصر يعني أسرتي موجودة في مصر وأنا المسؤول أن أنا أصرف عليها زكاة الفطر بتاعتي أطلعها عني وعن من أعول في الدولة اللي أنا أعيش فيها ولا أطلعها عني في الدولة اللي أنا أعيش فيها وعن من أعول في مصر ولا أطلعها كلها في مصر لنا فتوى مطولة مؤصلة في دار الإفتاء عن جواز نقل الزكاة سواء كانت زكاة الفطر أو زكاة المال إلى بلد المزكي في حالتنا هذه إخراج الزكاة لمجتمعك حتى وإن كنت متغربا مجتمعك الأصيل فيه فوائد عظيمة وفيه أهلك اللي عاديين في البلد هيحسوا بطعم هذه الزكاة وجمالها وأثرها في من حولهم فيجوز لمن كان خارج البلاد أن يخرج زكاته في مجتمعه وفي وطنه الأم وهذا جائز به قال جماعات من الفقهاء وبه نفتي لأنه أنفع للوطن وأكثر تنمية وأكثر مشاركة لأبناء البلد طبعا نشكر حضرت جزيلا شكر الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء نورتنا كل سنة وحضرتك طيب كل عام وأنتم بخير في هذه المناسبة الجميلة الجليلة يعني نقدم عاطر التحية والثناء لسيادة الرئيس وللشعب المصري وللأمة الإسلامية كلها بهذه المناسبة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ختام شهرنا اللهم أمين وأن يجعلنا ممن أحسن ختامه كما أحسن استقباله وأن لا يجعله آخر العهد من رمضان اللهم لا تجعله آخر العهد من رمضان وأقول لرمضان ودعت قلبي ساعة التوديع وأطعت قلبي وهو غير مطيعي إن لم أشيعهم فقد شيعتهم بمشيعين تنفسي ودموعي شرفتان أفندم ونورتان كل سنة وحضرتك طيب شكرا